اشتركوا في القناة اقول كده تأثير الموجة الثورية دي هيكون ايه على الواقع السياسي الواصلي فارو على مجردات الامور ده انا هعرفه من خلال النهاردة ضفنا وهو الاستاذ الصحفي محمد الشريدي نائب رئيس تحرير الاخبار اليوم صباح الخير يا فنم صباح الخير يا فنم ونهارك سعيد يمكن في البداية قبل ما نعرف او ننتجي نتكلم في الموجة الثورية اللي دي ده اللي شوف يقولها عليها عايزين نهارك فاقي حضرتك في حيثيات الحكم على رئيس المخلوة لا حيثيات الحكم موجودة عند النائب العام وطعن عليها فالقصة مش قصة حيثيات قصة ان حكم ضعيف ولم يتمكن القاضي من انه يحكم بالعادل وهو برر ده في مقدمته اللوزعية الطويلة السياسية اللي قال فيها كل البكائية الكبيرة دي اللي اتقالت عن الصورة راجل ما عندوش حاجة يحكم بيها وهو مدان اعتقد القاضي مدان في هذه اللحظة لانه لم يكمل التحقيقات التي كان يجب ان يقوم بها او يكلف احد القضاء زملائه في الدايرة ان يقوم بالتحقيق مهو تمام بس هو حالتك مهو حالتك بتقول درواتي جملة وعكسها وده يمكن كمان حال الشامل مصحة اقولك لي اقولك ببقى قصة انا متلقي النهاردة درواتي انا النهاردة عندي ادلة جنائية سواء بقى لقصور في جامعة الادلة سواء لطمس متعمت فجامعة الادلة مش موجودة انا النهاردة بقى لشغلي صلاحيات القاضي سواء تقال لعمل شغله بمعطيات اللي عنده لا بس لا يجوز للقاضي ان هو يدين الرئيس المخلوة او وزير صابق لا بالترك ويترك كمان المساعدين يعني ده الحكم النهائي اللي هو قاله انما في الاجراءات وفطواته كان يجب ان يكمل التحقيقات ويكمل الادلة النقيصة عنده عن طريق تكليف احد اركان دايرته يمين او يسار بانه يقوم بالتحقيق يتحول الى قاضي تحقيق الى ان تنتهي ويكلف اجيزة الدولة التي امتنعت عن انها تديلوا كل الادلة انها تجيب وإلا سنة ونص مع ما وإلا يقاضيها ويقبض عليها ويحكمها له الحق ان هو يقاضيها طبعا والنيابة كانت يجب ان تقوم بهذا الدور عندما وقف المستشار مصطفى في جلسته الشهيرة المشهورة وقال ان احنا الاجيزة الدولة لم تموكننا كان في هذه اللحظة ان تحرك الدعوة النيابة العامة ضد الاجهزة هل دا حيكون بقى موجود في الطعن على الحاثيات اللي حضرتك تكلم عنه يعني انت حضرك قلت فيه موجة جديدة انا ما بسميهاش موجة انا بقى شايف ان فيه مخاط جديد للثورة الان في الشارع المصري الثورة الان يعاد ميلادها من جديد يعاد ميلادها بشكل فيه قصور وقعنا فيه الشارع وقع في حاجات تعلمنا من اخطأنا وانتعلمنا من اخطأنا زي حضرتك بتقولي يجب ان يعد للمصار من جديد احنا الان داخلين على موقف او احنا عايشين في موقف مرتبك الان كل الاطراف كل واحد بلابع حساباته سواء بعد الحكم الشارع ريو ايه المدان شكله ايه البرلمان مبارح زي ما شفنا بكل ما اخرجوا رجال البرلمان لا اخرجوا الكثير امس بس اتناقشوا كتير يا استاذ محمد هم اتناقشوا كتير جدا ولكن ما طلعناش بحلول ما طلعناش بالخطوات دكتور سعد الكتتني بعد ما خلص كلف امانة البرلمان انها تعيد صياغة المقترحات ومعتقد انهارده فيه جلسة للصياغة وقروج بقرارات منها ان فيه قانون بيحاكم من رؤساء لم يستخدم القانون النظام السابق طوال 30 سنة اخفى في الادراج او قتلوا ما اظهروش فيه ناس تلبت بمحاكم خاصة فيه ناس تلبت بمحاكم ثورية فيه ناس تلبت باعدة المحكمة كل هذا كلام قانوني يجب ان يعاد من الى اللجنة التشريعية في المجلس الشعب وتخرج شيء جديد يرضي الشارع ليس ارضاءا سياسيا انما ارضاءا قانونيا وحقا ويجب ان لا يضيع دم الشهداء نحن طيب اللي كان بقى على الخطوات اللي جاية وخصوصا في انتخابات الرئاسية وهو ده الكلام الاسبوع اللي جاية ده والعشر دي من اللي جايين ده واللي بيحصل كل يوم في الشارع اللي طبعا زود عليه محاكمات ده اسبوع فاصل في الانتخابات الرئاسية متوقع ان ده يكون مقرده ايه على برضو الانتخابات طيب خليني قبل ما ندخل على ده هقول لك على مشهدين والدستور طبعا في مشهدين الدستور واعتقد البرلمان حتى الآن مقصر في انه يخرج الجامعية التأسيسية بالشكل المصر دي نقطة وا نقطة حيوية ومهمة للمستقبل انما النهار ده تحديدا فيه كتمع ما بين المجلس العسكري والمجلس الاستشاري اللي هو بيقترح عليه ان المجلس العسكري في زنقه شايف انه ورّت البلد في الحالة اللي احنا وصلنا لها دلوقتي بتحالفه الذي لم يكتمل مع الاخوان وتورّتنا وصلنا للنقطة المزدودة ربما يكون النهار ده فيه رأي قانوني يضيء إضاءة جديدة إضاءة قانونية إضاءة سياسية فنترك لهم هذا فيه فصيل آخر أو الفصيل السوري يكتمع اليوم كله بما فيه الذين لم يحصلوا على الأصوات التي دخلوا من الإعادة مع مرشح الحرية والعدالة لبحث ما يجب أن يكون وبحث مسألة الفريق الرئاسي ولا أن يصطف الجميع وراء برسل السيد محمد نعم أن القوة الثورية هي قوة لا يستهان بيها لأن احنا أثبتنا أن احنا 9 مليون صوت أي نعم احنا مش منظمين القوة الثورية مش منظمة خالص ولكن إصرارهم على أن هما يستنوا رد الإخوان أو يستنوا يشوفوا الإخوان هينضموا أليهم ولا لا ده برضو أمر محير العديد من الناس أنه طب لي تما خلاص منطق قوة سياسية وردي موجودين في الساحة وفرضين نفسكوا على الساحة يعني أنت بسرحي نقطة جوهرية مهمة جدا إحنا النهاردة قدام مرشحين مرشح يعتبر أو يعتبر نفسه من جزء من فصائل الثورة مع أي اختلافات موجودة معه ومرشح آخر يدعي أنه سيعيد الثورة للشباب كما كان يقول بالأمس وهو يمثل النظام السابق بلا مواربة فإحنا قدام يعني يختيارين مأزق حلا هم أمر زي ما بيت قال إنما مأزق النهاردة إنه الشارع غير راضي عن السيناريوهات اللي تمت خلال الكم شهر للسنة وشوية اللي فاتت دي وحسينا أن إحنا شربونا العلقم بالتدرج واحدة وحدة شربونا نموذج الروماني بالتدريج واحدة وحدة وصلنا لدرجة أن يتم أن في صفقة في ليل غابر يتشال نائب رئيس الجمهورية السابق مع الشاطر ومع أبو اسماعيل إلى أن يلتقي الاحتياطيان الاحتياطي للنظام السابق والاحتياطي للنظام الإخوان فأصبحنا في مواجهة مواجهة صريحة الآن وإذا تمت وإذا تم تجاهر مطالب الصور على رغم من حلوق أنه في حلول أخر وفي مرشحين أخرين ووصلنا للانتخابات وخرجت النتيجة أيا كانت سواء كانت لمرشح الحزب الوطني المنحل أو مرشح الحرية والعدالة سندخل إلى مواجهة ومواجهة قاسية في الشارع المصري ما بين مليشيات الإخوان ومليشيات الحزب الوطني وده أمر نحن نشاهد أن نوصل ولا نتمنى إن هذا المسلسل سيوصلنا إلى هذه النقطة وندخل في حرب أهلية قاطلة تدمر مصر وتدمر المستقبل وتدمر الهدف اللي الثورة قامت منها هل الإخوان وعييني ده أنا أسفاق؟ هل إخوان وعيين إنهم لو دخلوا مصر في هذه الحرب الأهلية اللي إحنا بنا توقعها إنه فعلا ده مش في مصلحة مصر ده مش في مصلحة الوطن يجب أن يعوه ويجب أن إذا كانوا فصيل حقيق من فصائل الثورة يجب أن يعوه ويدركوا أن مصلحة مصر فوق المصالح الحزبية وفوق المصالح المذهبية فوق السلطة ومصر فوق الجميع بلا جدال طيب خياني نتكلم بقى على مؤتمر الصحفي للفريق أحمد شفيق وإن طبعا كان مثير جدل جدا بتصريحاته اللي كانت بشكل وماشر وواضح جدا ضد الإخوان سواء سياسيا أو سواء كمان على مستوى الفكر والمنهج والتطبيق في الانتخابات رأيك إيه؟ لن قلب السوب الحيادية في مواجهة شفيق أنا أرفض شفيق تماما لأن شفيق مبارك والنظام وهو المعدل أو مبارك المعدل أو المحاس ما طرحه شفيق بالأمس للأسف شيء من السزاجة التي لا يستطيع أن يتقبلها الشارع المصري أن يقول للشباب سأعيد لكم الثورة اتهام أن الثورة أحدا أخذها أو سرقها والنظام مبارك سيعيدنا الثورة نعترف ضمني فهذا شيء سازج وشيء غير مقبول أن تقدم الرشاوة الانتخابية على الهواء أن يملك من حصل وضع يده على أراضي الزراعية أن ترفع أقصات عن سائق التسائق التكسيات أو أي مطالف فقوية يقدم رشاوي مقدمة هذا شيء وهل يحاول بقى حيادي وبحاول برضه بقى محامي الطرف الآخر يعني مش برضه للنحة الثانية ما هم فيه رشاوي بقى عتنية ومادية وكل حاجة بقى وزكر 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 وزنة وكل حاجة ومخافية كان الأعظم رشاوي على كل وعلى عينك يا تاجر ومش بفوق كل ده اللعب كمان معواطف الناس باستخدام الدين إنما هو بدأ يلعب على فئات كما أن الإخوان عادتهم السكر والزيت لا ده بدأ يتكلم عن فلوس طب إيه بقى اللي يخلي ده وحش وده كويس بس يعني اللي اتنين بقى مشتركين في نفس الجرم لو حنتكلم بقى يبقى اللي اتنين مشتركين في نفس الجرم بالتأكيد ليس شخصه ولكن تنظيم الإخوان المسلمين الذي قسم السودان فالفنى ولا ننسى هذا الإخوان المسلمين في الإنقاذ قسموا السودان والقاتي على مصر بعد بدأنا احنا في التأسيم النفسي والمذهبي والعرقي الآن إنما التأسيم الجغرافي سيأتي بعد عشر وعشرين سنة إذا تولى الإخوان قيادة يعني الاعتراض على في الآخر من قطعة حياتك طبعاً الصحفية إن الاعتراض على الفاصلين اللي وصلوا في الآخر المنافسة النهائية في الانتخابات القاعدة نوصلنا للصراع المباشر والصريح ما بين الحزب الوطني المنحل ما هو العالم كله كده ما هو العالم كله في كده في ريبوبليك الهدارة لا 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 بس يبقى فيه مساحة للأحساب السياسية الأخرى إنها برضو تقدر تنفس بحرية نحن عندنا حياسة سياسية معوقعة فيه قانون العزل اللي احنا كلنا دلوقتي مشتنيين وبفارق الصب ولكن ده برضو عامل شوية صور جوانا إنه طب السيناريو هل لو حصل لأنا أتمنى إنه المجلس العسكري ويتحرف ويملك بإمكانياته القانونية إنه تضغط الإجراءات الزمانية للمحكمة الدستورية العليا وتصدر قرارها بالدستورية أو عدم الدستورية في قانون العزل سينتهي فصل إحنا معلقين عليه لأنه لو ثابت إن القانون دستوري وقاتى شفيق رئيسا بعد سنة أو سنة أو مصر سيتم عزله؟ بالتأكيد سيتم عزله سيتم عزله بالقانون إذا كانوا يحترمون القانون سيتم عزله وتعادل انتخابات مرأة أخر طب ولماذا نصل إلى هذا المنزلة اللي وصلتونا لي من الآن يجب أن تعسكر وتضغط المحكمة الدستورية العليا في وقتها وتخرج لنا قرارا قانونيا واضحا إضافة إلى أن اللجنة الدستورية اللجنة الانتخابات العليا أخطأت فيما قامت به لأنها ليس من حقها أن تعطي الحق لشخص وأمامها قانون يجب أن يطبق كانت يجب أن تطبق القانون وترسل الدستورية أو المحكمة ترسل الدستورية خلينا نقول أن لو حصل وقالوا أن القانون ده دستوري فبالتالي دلوقتي الناس خايفة هل هي عندنا options لأنه نسبي له طيب لو تم عزل شافيه بقى إحنا كده خلاص دكتور مرسي هو اللي هيكسب أو أنه لا يجوز قانونيا أنه حمدين صباحي بما أنه هو الثالث أنه يخش العيدة القانون حمال أوجه وأي رأي قانوني يحتمل فريق قانوني سيكون معه وفريق قانوني سيكون ضده وفريق قانوني سيكون في الوسط القانون مستو مطاط ويحتمل كثير من البنود التي تعطي لكل طرف القانون مطاط طبعا قانون المصري مطاط واختلاف الفقهاء أو الاختلاف الفقهاء رحمة أيضا لنا إنما نحن الآن أمام واقع يطبق واحد يساوي اثنين بالضبط إذا وصلنا للنتيجة إن يعزل شفيق إذا تولى رئيسة الجمهورية سنعيد القرى من أول وجديد من أول وكل ده من فلوس دافعة درائق من دمنا من دمنا من دمنا نحن من دم المصريين الغلابة كل هذه المصاريف التي تصرف والإنفاق العالي غير مسبوك هنا المسؤولية الخطيرة للمجلس العسكري والمجلس الاستشاري اليوم يجب أن يصلوا إلى رأي قانوني وسياسي يفض كثير من الجدل ويرضي الشارع وأيضا زلال المحكمة التي أطلت علينا منذ أيام قليلة ما زالت في الشارع وميدان التحرير والفيصل أنا أتمنى أن يتحد الميدان مع البرلمان والقوة السياسية تتحد ويخرج لنا وتخرج لنا القوة السياسية الفاعلة التي تستطيع أن تقول للحاكم الإداري والحاكم العسكري الحالي ستوب إحنا لدينا رأي في اللي بيحصل في بلدنا صحيح أنت القائد وأنت المدير إنما يجب أن تسمع رأينا وتنفذ ولا تسمع لرأي فصيل أو تسمع لهواك أو تغني على أي وطر كان إنما مصر فوق كل هذا الهزل ومصر فوق كل هذا العبس مستقبل مصر ومستقبل هذه الأمة أكبر من أي حسابات سياسية ديئة وفوق مصلحة مجلس عسكري وطيارات تريد أو لا تريد وأيضا لمواجهة النظام البائد والفاسد الذي أتى بنا إلى هذه اللحظة يجب أن تكون الوقفة قوية وإذن الله سنصل إلى الخطورة التي حذرت منها وهي الحرب الأهلية التي تكون ما بين ميليشيات الوطني والإخوان ولا أتمنى أن نصل إلى ذلك طب وإذا الرأي اللي بيقول أن الصندوق تكلم نحتهم الصندوق بلا شك إذا تكلم الصندوق وارتدت القوى السياسية وارتدى الواقع أن نصل إلى نتيجة الصندوق بس الميادين بتشهد أن الناس مش راضية الميادين بس هي بالأرقام أرقام دولتي وحسابات الديمقراطية تعني احتراق أنا برضو بحاول أكون محامي الشيطان أو محامي الطرف الأخر مش حاول يكون شيطانا لا رأيه الصندوق مش تتكلم مش الصندوق قال رأيه مش الصندوق قال والله ده فلان كذا بس القوى السورية برضو أصوات لا يفتهم بيها نحترم رأي الصندوق إحنا تعانين مليون ولو أتى بشفيق قبل أن يكون حكم المحكمة هذا الأخير بهذه الصورة المعيبة التي تعيب القضاء القانون المصري وتظهر العوار ليه ليه في رفت بن دودة وتظهر التواطق والتلاعب من أجهزة النظام السابق التي أوصلتنا إلى هذه النتيجة التي أخفت الحقائق المستندات ويحاول النائب العام الآن عندما يحاكم أو يقدم حسن عبد الرحمن مسؤول الرئيس الجهاز أمن الدولة الجهاز أمن الدولة للبراءة عن إخفاءه لمستندات هذه هي القضية الجديدة التي حوالوا أو حبسوا بها حتى لا يخرج من محبسه بعد حكم البراءة نحن الآن أمام أسلوب جديد وواقع ويبدو أن النائب العام ربما يكون قد تنبه إلى أنه قد أخطأ وأن رجاله قد قصروا وأن الأجهزة التي لم تعطيه لم يحاسبها وبدأ يفيق قليلا إنما دائما نصل المتأخرين خطوة أو خطوطين بس ده برضو حدك برضو يعني نحن نجح تاين موضوع الصندوق لو الصندوق تكلم لو الصندوق قال فلان خد كذا فلان خد كذا تمام التحييف في مليون أنا برضو أنا بدأ بقى تنظر على أخرى التحييف في مليون التين إن شاء الله يا رب يكون فيها عشرة بص فيها تبانين مليون والصندوق فيه تسعة مليون قاله كذا واربعة مليون قاله كذا فيها فيها إحنا ليه مش عايزين نحترم بالديمقراطية وانا يجب أن أتعلم الديمقراطية إنما لو وصلنا اليوم 16 وكان المشهد المصري بلا مدان التحرير وبلا رفض للتلاعب السياسي والتلاعب القانوني الذي تم سنصل إلى الصندوق حالقو مدان التحرير هو فصيل ثوري هو فصيل سياسي لا ليس فصيل واحدا يا شريف لأنه في حاجة في حاجة احنا بس كمان نصينا أنه محدش كان يعترض خالص على نتيجة الصناديق لأن احنا بنحترم الدمقراطية ولكن أيضا نحترم القانون فكان لازم أن احنا نحترم القانون القانون اللي بنحترمه قانون العزل طلع ضعيف طلع ضعيف فطبعا يعني احنا في موقف لا نحصد عليه كلنا صعب وملتبس طبعا ويجب أن يكون الجميع على نفس الدرجة العالية من المسئولية سواء كان المجلس العسكري الحاكم المجلس الاستشاري اللي حيقوله رأيه النهاردة البرلمان والميدان وكل القوى التي ستجتمع اليوم من أجل صياغة شيء جديد يرتضيه الناس ويتقبلوه الناس من أجل الوصول إلى أن الصندوق يتكلم كما تقول أستاذ محمد شريدي نائب رئيس تحرير أخبار اليوم بنشكرك جدا ونهارك سعيدا إن شاء الله صباح الفت بنحاول نغطي الموضوع من كل الجوانب بنقول كل أراء لأنه زي ما احنا قلنا حتى نبعدين في البيت الواحد حتى لو كانت سياسيا يبقى زي ما يقوله كده بالإنجليز يقولك فراوند أبان أو يعني يقولك إنتا تقول إيه الكلام اللي بتقوله ده بس لازم اختلاف القراء عشان نطلع في الآخر بحديث مصمر هنروح لفاصل أيوة نروح لفاصل ودرجع التالي على طول خليكم معا